صباح الخير عليك جمانة صباح الخير يا فندم 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 سلام بكم بستثنب مشاهدين في القهارة الجديدة نحن هنا في أحد أهم محاول الإسكان ما بتقوّ SATA بتنفيذها احد أهم جهاز بمعهولة feito القهارات الجديدة فقد إندما قرار مصر ومشتروا إلى مصر المرحلة التاسila أن القارار المصر المرحلة التاسعة عن 136 عمارة نقوم بتنفيذها على مساحة 308 فدان منهم تقريبا 15 من 15 لـ 20% مسطحات خضراء غير مسطحات اللاندسكيب ده غير الطرق في عندنا هنا بالنسبة لجدول التسليم احنا بدأنا تسليم في يناير 2021 قمنا بالفعل بتسليم 196 مرة حوالي 4,000 واحدة سكنية استلم المواطنين حتى الان 2100 واحدة منهم وبالفعل سكنوا في الكمباوند وبتمتعوا بكل الخدمات اللي موجودة في الكمباوند من مسطحات خضراء من لاندسكيب من طرق وفي صدد ان احنا نبتدي تسليم ان شاء الله في فبراير 22 عدد اخر من العمارات والوحدات حوالي 135 عمارة تقريبا باجمال حوالي 3,200 واحدة وكان معالي الوزير قد اعلن عنهم من يومين بالنسبة للخدمات اللي بتمتع بها الكمباوند احنا عندنا هنا اكتر من 10 اسواق تجارية كل سوق بيضم حوالي 8 محلات فيه 5 اسواق بين جاهزهم بالفعل اللي طرح في مزاد علني بيضم مختلف الانشاط بقى اللي بتهم المواطن في حياتهم المعيشية يعني المواطن بيقم محتاج صيدلية محتاج سوبر ماركت محتاج زي سوق صغير كده بشكل لطيف يليق بالكمباوند اللي موجود فيه كل ده بإذن الله ان شاء الله بنجهز كراسات الطرح بتاعت المزاد العلني عشان خاطر السكان يبدأوا يتمتعوا بالخدمات الموجودة فيه من ضمن الخدمات برضو اللي هيتبقى موجودة في الكمباوند هنا مدرسة مركز طبي حضانة يعني فيه عندنا هنا مسجدين بالفعلة بيتم بنائهم فيه عندنا هنا اكتر من 3 مناطق خدمية من ضمن مختلف الخدمات اللي تهم المواطن اللي قاعد في مشروع در مصر مرحلة تانية يعني بمعنى آخر المواطن اللي بيسكن في الكمباوند در مصر المرحلة تانية مش هيحتاج ان هو يطلع براء الكمباوند عشان يلبي اي احتياج من احتياجاته فيه مواصلات خاصة بالكمباوند هنا لان المنطقة زي ما احنا شايفين بعيدة شوية عن تحت المنطقة المعمورة اكتر بالناس طبعا فيه خطوط مواصلات بدأت توصل لدر مصر سواء المرحلة الاولى اللي قابلينا وسواء در مصر المرحلة تانية اللي احنا فيها دلوقتي وعلاوة على كده ان احنا كمان بنبتدي نرفع من كفاءة محاور الطرق المؤدية للمشروعات دي يعني كل محاور الطرق اللي في التجمع التالت بنقوم برافع كفاءتها وبنقوم بتزويد عدد الخطوط اللي شغالة تبقى طبعا لزيادة السكان الموجودة في الكمباوند عشان الناس تتحرك وتروحو تيجي طيب هو الكمباوند هنا الناس بدأت بالفعل تسكن فيه ولا استلمت بس لا انا عندي ناس استلمت حوالي 2100 وحدة وفيه تقريبا اكتر من 400 اسر بها ده ويسكنوا بالفعل ويمارسوا كل نشاطاتهم وحياتهم اليومية داخل داخل الكمباوند سواء انهم بيروحوا ييجوا في المدارس المحيطة سواء في الاسواق المحيطة لان علاوة برضو على الخدمات الموجودة داخل الكمباوند فيه اسواق تجارية قريبة وفيه مدارس برضو يعني بكافة المستوات موجودة جنب الكمباوند بالزبط حياة كاملة يعني بالزبط يعني حياة كاملة يعني كل الناس اللي سيكونوا في الكمباوند در مصر زي ما قلت حضرتك قبل كده مش هيحتاج هيلاقوا كل احتياجاتهم سواء من اسواق من صيدليات من محلات تجارية مولاد عندنا هنا منطقة برضو مولاد وعندنا منطقة مولاد ومطاعم هيتم البدء في التنفيذ فيها ودي برضو طبعا هتلبي احتاجات كتير من الناس أنا بسأل علشان الناس دايما بتبقى متخوفة من فكرة ان المدن الجديدة او المناطق الجديدة اللي بيتم افتتاحها بتبقى صعب ان هما يوصلوا لأماكن شغلهم لأهليهم لو في مناطق تانية مختلفة فحضرتك بتشرح لي دلوقتي ان الحياة بقت كاملة يقدروا يتحركوا عن طريق الطرق طبعا تم يعني تحسينها كمان في مواصلة زي ما حضرتك قلت احنا طبعا بنحطي دايما من أهدافنا نسبة الإشغال ونحن نحاول بقدر الإمكان نزود كسافة الإشغال الموجودة داخل المشروعات اللي بتكون بها هيئة المجتمعات العبرانية وخصوصا في المودم الكبيرة زي مدينة القارج الجديدة فمنحط في اعتباراتنا نلبس زي كل احتياجات المواطن اللي جاي المواطن اللي جاي عايز سوق تجاري عايز طريق ممهد عايز طريق فيه أسفل عايز طريق الإضاءة بتاعته عالية عايز خدمات احنا طبعا بنسلم وحداتنا السكنية كاملة المرافق فيها مية وصرف وكهربة وبيقدر يستطيع انه يقدم كمان على الغاز ويقدم على التليفونات يعني بيستلم وحدته وبعد كده بيقوم بالتقديم على العدادات المختلفة دي وبيتمتع بكل الخدمات علاوة على كده احنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنحاول نشوف كل احتياجاته ايه هو محتاج اسواء محتاج يبقى في مركز طبين محتاج يبقى في حضانة بالنسبة للأسر الشباب جوزين جديد وعندهم اطفال صغيرين وعندهم شغل محتاجين انهم يلقوا حضانة جنب البيت الطفل او الطفلة يبقوا متواجدين فيها ومتطمين عليهم كل ده بيتمتع ويداخل اسوار قنبان در مصر مرحلة تانية لو رجعت اخيرا على موضوع التسليم ازاي او على اي اساس بتختاروا ان انتوا تسلموا المواطنين هل علشان الحاجز بتاحهم بيبقى بالاسبقية مثلا احنا بنبدأ تسليم الاول العورات المتجهز وبنتأكد من توصيل المرافق اليها اللي هي الكهرباء والميا والصرف وبعد كده بنخلص مسطحات التنسي الموقع العام اللي هو الاند اسكيب ونخلص الزراعة وفور الانتهاء من الكلام ده بنبدأ ان احنا بنتجي نسلم السكان زي ما قلت لحضلك ان احنا فصادت ان احنا نسلم 135 عمارة من فبراير 2022 وازاي بحضرك شايفة مشكرك في نهاية اللقاء شكرا جزيلا مهندس حسين الاحمدي معاون رئيس جهاز القاهرة الجديدة زي ما يعني وضح لنا موعد التسليم بتكون ازاي وعلى اساس ايه الامارات لما بيتم تشطبها الخدمات اللي بتكون واصلة لها مية كهربة او حتى غاز او اشتركات تليفون او غيرها كمان اتكلم ان دار مصر حاليا في القاهرة الجديدة كأنه كمباوند كامل متكامل ما ادارش يعني مش يعني مش مضطر ان انت تخرج برا ان انت تشتري احتياجاتك من اي مكان تاني اللي اي تجو معنا